السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علىنا خيرا منها أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرتي وإخواني وعن كافة عائلة الكبيرة والصغيرة أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدي الفقيد المجاهد حمودة نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي مثل ذلك والقادر عليه نشكر كل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالحضور والمشاركة في مرسيم الدفن أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسأل الله أن يجازيكم عنا خير الجزاء وأن لا يريكم أي مكروه في عزيز لكم إن الفقيد ليس فقيدنا نحن فحسب بل فقيد كل الجزائر وكل الأسرة الثورية والمجاهدة وأن المصاب في فقدانه كان جللاً والألم كبيراً ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحرر ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل وأحياءكم لطيبي ذاكره خفف عنا الشيء الكبير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم نسأل الله أن يجازيكم عنا وعنه خير الجزاء وأن يجزل لكم المثوبة وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعاً كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا أبي العزيز حمودة بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إنه على كل شيء قدير وكفى به حسيباً كما نسأل الله جل جلاله بأن لا يرى أي منكم مكروه وأن يكون سبحانه حافظاً لكم في هذه الدنيا وأن يغفر لكم جميعاً وأن يتولاكم في الصالحين والصدقين إنه ولي ذلك والقادر عليه لقد عجزت أن أسترى ما تستحقونه من الثناء والجلال والتقدير والعرفان ولكن لا أملك إلا أن أستبيحكم العذرة في التقصير وأقول الجميع شكر الله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم والله عنا خير الجزاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن النار وأن تثبته عند السؤال إن لله وإن إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وفي الأخير إخوتي نشكركم بزاف بزاف على الناس اللي وقفت معايا ووقفت رجل واحد وإن شاء الله ما تشوفوا غير الخير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر